موسيقى أهلا بكم في جولة جديدة للصحف نتابع فيها أبرز ما تناولته الصحف من المستجدات المحلية والدولية البداية مع الشأن المحلي حيث نتابع في الرائد تلميحات لحفتر من الإدارة الأمريكية تفكيك الميليشيات من اختصاص باشاغة حيث بدأ وزير الداخلية فتح باشاغة منذ استلام مهامه في مواجهة القوى والمجموعات المسلحة التي كونت نفودا كبيرا خلال السنوات الماضية حتى أصبحت قوة موازية لوزارة الداخلية وسارع باشاغة في إعادة وزارة الداخلية لوضعها الطبيعي بعد اعتماده الترتيبة الأمنية في أكتوبر من العام الماضي التي حاربتها بعض المجموعات المسلحة لتستمر في ابتزازها بالدولة وفي محاولة منه لاتخاذ موقف المنقذ والقفز على الترتيبات الأمنية التي أطلقها باشاغة فور توليه زمام الداخلية رفع حفتر شعار مكافحة المجموعات المسلحة لتبرير عدوانه على طرابلس فشل حفتر في تمرير هذه الشعارات بعد أن اصطدم بالموقف الأمريكي الذي أوعز حل التشكيلات المسلحة لوزير الداخلية فتح باشاغة حيث أكد مصدر دبلوماسي أن الأمريكيين قد أوضحوا لحفتر أن وزير الداخلية هو المخول بالتعامل مع التشكيلات المسلحة وأن وجودها ليس مبررا لهجومه على طرابلس حيث علق الماشط السياسي فرج فركاش على اجتماع حفتر بمسؤولين أمريكيين بالقول يبدو أن تصريحات بشاغة المستمرة في التحذير من خطر الميليشيات المسلحة ومحاولة إدماج بعضها في المؤسسة الرسمية قد نجح من خلالها في إزالة العذر الذي استخدمه حفتر ليبرر هجومه على العاصمة وهذا ما عبرت عنه البيانات الأمريكية الأخيرة ويقول متابعون لشأن الليبي إن الشعارات التي رفع حفتر لتبرير العدوان على طرابلس كان الأجدر أن يرفعها لتخليص بنغازي من الميليشيات التي اختطفت سيرجاوة والتي أكدها وزير داخلية الموازية بقوله إن مجموعة مسلحة هي من اختطفت سيرجاوة ونقرأ في العرب الجديد أطفال يقتلون في ليبيا حيث أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن 42 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 17 سنة لقوحتهم جراء العنف والحرب في العاصمة طرابلس وغربي البلاد منذ أبريل الماضي لكن مراقبي الشأن في البلاد يؤكدون أن عدد القتل من الأطفال أكبر من المعلن عنه حيث أشارت الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الإحصاءات تؤكد أن نسبة الأكبر من النازحين والمهجرين من مناطق النزاع والتوثر بمناطق جنوب طرابلس وجنوب غربها ومحيط المدينة أغلبهم من الأطفال وأكدت أن تقديراتها رصدت قرابة 40 ألف طفل من ضمن الإحصائية الشاملة للنازحين والمهجرين في غرب ليبيا وطرابلس مطالبة بضرورة تكاثف الجهود من أجل حماية الأطفال كونهم من أكثر الفئات استضعافا وتأثرا بتداعيات الحروب والنزاعات المسلحة بشكل مباشر وتشير اللجنة إلى أن الأطفال الاثنين والأربعين الذين لقوا حتفهم جراء تعرض منازلهم أو منازل أسرهم لقذائف وصواريخ عشوائية في الأحياء القريبة من محاور القتال لكن أحداث طرابلس ليست الوحيدة التي جعلت الأطفال من ليبيا أو في ليبيا عرضة للخطر حيث قال المدير الإقليمي لليونسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيرت كابيلر إن 260 ألف تلميذا طروا إلى مغادرة 480 مدرسة في جميع أنحاء البلاد بسبب الحروب المتلاحقة كما نطالع في بوابة الوسط تكدس القمامة في شوارع طرابلس بعد غلق المكبات حيث أعلنت بلدية طرابلس المركز إغلاق المكبات أو مكبات القمامة المرحلية والنهائية منذ عدة أيام مشيرة إلى أن الإغلاق تسبب في تكدس القمامة في شوارع العاصمة وحذرت البلدية من كارثة بيئية ستسفر عنها تلك الأزمة في ظل غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة التي تتحمل نتيجتها وعواقب تفاقمها ويلجأ بعض الأهالي إلى التخلص من القمامة بحرقها مما دفع بلدية طرابلس في مطلع أكتوبر الماضي إلى مطالبة الأجهزة الأمنية برصد عمليات حرق القمامة في الشوارع والتدخل لمنع تكرارها نقرأ في صدى وزير المواصلات بحكومة الوفاق يتابع آخر التطورات في مطار معتيجة وفي بوابة إفريقيا نطالع الغنوشي تونس حريصة على المشاركة في مؤتمر برلين أما عين ليبيا فنتابع فيها بسبب سرقة أسلاك كهربائية انقطاع تيار الكهربائي عن منطقة اصدارنا نشرت عربي 21 تقريرا للصحفي على فاروق يحمل العنوان التالي بعد زيارة وفد أمريكي هل بدأت واشنطن بالضغط على حفتر حيث يقول فاروق أثارت زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى إلى الشرق الليبي ولقاء خليفة حفتر في هذا التوقيت مزيدا من التساؤلات والتكهنات حول ضغوط من قبل واشنطن لوقف عدوان الأخير على العاصمة وإرغامه على الانخراط في التسوية السياسية وترح اللقاء المفاجئ مع حفتر بعض التساؤلات هل بدأت واشنطن عمليا أو عمليا في خطوات للضغط على خليفة حفتر وهل ستنجح في ذلك؟ وأشار عضو مجلس الدولة إبراهيم الصهد إلى أن تزايد الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي الآن يعتبر خطوة إيجابية وأن أهم الرسائل التي حملها الجانب الأمريكي في اجتماعه بحفتر هي أزمة تدخل الروسي ودور الأخير في التمكين لهذا التدخل مواضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية انزعجت جدا من الكشف عن وجود مرتزقة روس يقاتلون مع حفتر لذا جاء المسؤولون الأمريكيون الكبار ليطالبوا بشكل رسمي بوقف العدوان على العاصمة من قبل حفتر هذا ورأى الصحفي موسى تيهوساي أن واشنطن تحاول إغلاق طريق أمام الدب الروسي الذي يحاول عبر حفتر أن يضمن له وجودا دائما في البحر المتوسط وهذا الصراع ليس جديدا لكنه نزاع قديم متجدد توجد فيه أطراف أخرى مثل تركيا وبعض دول أوروبا مشيرا إلى أن هذه الدول الأوروبية تمارس ضغوطات على أمريكا لتأدية دور أكبر في ملف ليبيا بعد تدخل المعلن من قبل الروس ومن المحتمل أن يتزايد الصراع بين روسيا وأمريكا وأوروبا إذا وصل الروس الوجودة والدفع بشركاتهم الأمنية في الصراع الليبي بدوره قال الكاتب والناشط السياسي فرج فركاش إن البيان الأمريكي الأخير يؤكد البدء باستخدام سياسة العصى والجزرة في ليبيا وفيها نوع من حفظ ماء وجه الأطراف المتقاتلة خاصة الطرف المهاجم حفتر بعد فشل عدوانه على طرابلس ترجمة نانسي قنقر ولمناقشة أبرز ما جاء في المقال نستضيف عبر الأقمار الإصطناعية من مدينة طرابلس الصحفي موسى تيهوساي بداية أهلا بك أستاذ موسى في برنامج بنورام الصحافة أهلا وسهلا أستاذ موسى لنكون أقرب لما جاء في المقال والتساؤل الذي طرح في بداية المقال لأصحفي فاروق هل ستنجح أمريكا فعلا في الضغط على حفتر لوقف عدوانه على طرابلس وماذا إمكانية أن تعود الحلول السياسية إلى المشهد من جديد لحل الأزمة الليبية نعم أعتقد أن التواجد الأمريكي أو التدخل اللافت من أمريكا في الملف الليبي الذي عمره الآن أقل حتى من أسبوعين يعد قفزة أمريكية تدفعها مخاوف أمريكية أيضا من تواجد الدور الأمريكي أو تعاصم الدور الأمريكي في ليبيا في الملف الليبي بالذات وباستخدام شركة فاغنر العالمية التي هي بمسابة زراع أمني لبوتين وهذا قد عرف عنه في السنوات الماضية شركة فاغنر كما يعلم الجميع هي كانت شركة أمنية مقربة من جهات المخابرات الروسي وهي متواجدة وكانت لديها أنشطة في عديد من الدول بينها سوريا والسودان سابقا وأيضا الأفريقية الوسطى هذه الشركة هي ليست فقط شركة أمنية يمكن أن تستخدم وتخدم مقابل الفلوس هي شركة تمثل وضع يد من قبل روسيا وهذا ما تخشاه أمريكا بتدخلها الأخير أعتقد أن الصراع الآن قد يتحول من كونه أدوان هفتر على طرابلس إلى صراع أمريكي على المياه الدافئة حول المتوسط والتي تحاول روسيا وضع موطئ قدم لها في هذه المياه الدافئة كما يقولون نعم أستاذ موسى رأينا ذلك السجال في سوريا طيلة السنوات ما الذي دفع روسيا للقتال وإنقاذ نظام الأسد نعم أستاذ موسى لنتوقف عند هذه النقطة وهي نقطة تدخل الروسي الذي كان ليس مباشر يعني لم تعلن روسيا مباشرة عن تواجدها في ليبيا وتحقيق مقاربها لتواغل في جنوب البحر الأبيض المتوسط لكن الناطق الرسمي باسم قوات عملية الكرامة أو قوات حفتر قال بأن هناك ضباط روس يتوجدون بين قواتهم ثانيا الدعم أو المعلن أو الغير المعلن والذي أشار إليه عديد التقارير الأممية وكذلك التقارير الدولية بأن هناك تدخل واضح وصريح لروسيا نقف عند هذه النقطة روسيا تتدخل في أشياء الليبي هناك تدخل وواضح وصريح أو عودة واضحة وصريحة لدبلوماسية واشنطن والتي بانت للعيان يوم أمس في اجتماعهم مع حفتر لربما كان في الشرق الليبي هذا التدخل ما مدى إمكانية أن يوقف هذا التغول الروسي في ليبيا بداية ثم إلى أفريقيا نعم أعتقد أن أمريكا الآن ومن قبلها روسيا روسيا حاولت وانتظرت طيلة السنوات الماضية في صراع الليبي ولم تكن بهذا المستوى من التدخل في ليبيا وأيضا كان الانتحاد الأوروبي يمثل نوع من يعني على قل توازن القوة بالنسبة لروسيا لكن القطبين الرئيسيين في السجالات الدولية الآن أو على قل دوليا هي أمريكا وروسيا والآن روسيا تحاول عبر شركة فاغنر وعبر عديد من أجرعها إيجاد يعني موطئ قدم لها وأيضا قاعدة عسكرية في ليبيا أسوة ببعض الدول الموجودة تخيل أن دولا أقزام مثل الإمارات لديها قواعد في ليبيا وهي أصلا تريد فقط تغيير النظام وإعادة أنظمة ديكتاتورية يعني ليس لها مصالح اقتصالية مثل روسيا مثلا فروسيا بحاجة كبيرة إلى قدم لتكون يعني تشكل قاعدة انطلاق من المتوسط وهي قريبة من أوروبا وأيضا تمثل يعني ورقة ضغط كبيرة جدا إذا ما تحصلت روسيا على قاعدة دائمة في ليبيا فبالتالي أمريكا الآن تحاول بكل وبضغوطات أوروبية كذلك تحاول إبعاد الدب الروسي من المتوسط ومن ليبيا بشكل لأن ليبيا تمثل نقطة ساخنة دائما في المعادلة الدولية وأعتقل الآن أن روسيا حاولت التدخل تحت جناح حفتر والجميع في حين غير وجل روسيا وشركاتها في ليبيا بشكل كبير جدا غير متوقع فبالتالي الآن الصراع بدأ وكأنه لديه أشهر الصراع بين أمريكا وروسيا والآن اللقاء الذي حصل يوم الأحد مع حفتر في الأردن هو رسالة قوية من أمريكا بأننا لم نكن نتوقع أن حفتر يجرؤ على التعامل مع روسيا بهذا المستوى المتقدم جدا نعم نعم أستاذ موسى للعودة إلى اللقاءات المتتالية بخصوص الشأن الليبي لاحظنا أن أمريكا أو واشنطن لأول مرة تقول أو تصف العدوان على ترابلس بأنه اعتداء في حين أن الروس استغربوا من هذا التصريح لأمريكا أو دبلوماسيين أمريكا من استغرابهم لاستغلال روسيا للصراع الحاصل في ليبيا على حساب الشعب الليبي إذا ما تزايد التدخل الروسي في الشأن الليبي إلى ما ستقول الأمور مستقبلا حسب وجهة نظرك نعم أعتقد أنك احتمالين لا ثالثة لهم ربما في المعادلة التي الآن بدأت تشكل في ليبيا السينالو الأول أن يكون هناك صراع روسي يعني صراع دولي روسي أمريكي على غرار الصراع في سوريا وأيضا الشركات الأمنية في تلك الدول في سوريا وهذا الصراع قد يكون بعيد إلى حد ما والصراع الآخر أو السينالو الآخر هو إقاف حفتر من قبل الأمريكيين لأن حفتر الآن ليس له إمكانية أن يقف أمام أمريكا وأن لا يطيعها فهو في الصناعة الأمريكية في نهاية الأمر ولكنه حاول أن ينفلت نتيجة الضغوطات العسكرية ونتيجة الخسائر العسكرية المتتالية عليه التي تلقاها في جنوب طرابلس وأيضا الآن أعتقد أن دولا مثل الإمارات التي يمسل لها حفتر الرجل الوحيد في ليبيا أو البصمة الوحيدة في ليبيا لهم الآن يحاولون إعادة ترتيب الأوراق السياسية وأيضا محاولة أن يتراجح حفتر وأن يحفظ دماء وجهه ويقال أننا الآن أمريكا تدخلت وأوقفت الحرب وهذا يمسل إلى حد ما حفظ حفتر الذي خسر وأيقن أنه لا يمكن الدخول إلى طرابلس ومشروعه العسكر يفشل نعم أستاذ موسى الصحفي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة طرابلس شكرا جزيلا لك والآن نتابع أبرز ما جاء عبر وسائل التواصل الإجتماعي مع فقرة منصات حيث كتبت ربيع براس عبر صفحتها قائلة العمل الدولي بين الحل والواقع محاولة استرداء خليفة حفتر تهدد بتصاعد الحرب الأهلية وانتهاكات أبشع من المدن التي اجداحها بحجة تطهيرها من الإرهاب والميليشيات وبعد مرور ثمانية أشهر من العدوان على العاصمة طرابلس لم تظهر هذه الحرب أي علامات على الإصلاح أو البناء حيث أن ميزان القوى الحالي يستبعد أي إمكانية للعودة إلى الحل السياسي فالحل السياسي يتطلب ضمانات دولية حاسمة لا تقبل أي خروقات من أي دولة وكتب محمد غميم معلقا على الانتصارات الميدانية والسياسية قائلا انتصارات عسكرية لأبطال البركان تعززها انتصارات سياسية لأبطال الدولة المدنية وهنا أخص بالذكر الرئيس فائز السراج ووزيرة الداخلية فتح بشاغة وكل ما حدث خلال اليومين الماضيين وسيحدث سيكون لهم مردود إيجابي وأولها دخول الأمريكان بجدية واهتمامهم بالملف الليبي وستدعاؤهم لحفتر وتوبيخه والسفارة الأمريكية ولأول مرة تصف هجوم حفتر على العاصمة بالأعمال العدائية نضيف علق علي فدان على تحذيرات الأمريكية لحفتر بالقول تحذير الأمريكان لحفتر أمر جيد ويبقى الكلام عاما ومكررا منذ مدة هو ذاته فالمشكلة في مصير حفتر على المستوى السياسي فهل إجبار الأمريكان لحفتر على الانسحاب ثامنه دخول حفتر في العملية السياسية وبقاؤه طرفا سياسيا بعد الفشل العسكري وبالتالي الرجوع إلى النقطة الأولى أيما قبل الإعلان عن الملطق الوطني الجامع أم أن هذه مناورة وانتهاء حفتر مسألة لوقت باعتباره إن حاز إلى روسيا وعن مؤتمر برلين كتب عمر معتوق على صفحته قائلا أي حديث حول لقاء برلين في وسط واقع الحرب الدائرة هو مجرد حديث لا علاقة له بالحقيقة انتهى دور حفتر بإعلانه الحرب وفتح الباب لأطراف أجنبية تدير الآن المعركة التي حضرت أو حضرت لها منذ سنوات وهي الوحيدة التي تقرر متى وكيف تنهيها بالانتقال إلى الشأن الدولي نقرأ في دوتشيفيل ميركل ألمانيا مستعدة للإسهام في حل النزاعات بسوريا وليبيا ونتابع في عربي بوست مواجهات مع الجيش في طرابلس واشتباكات بين ألصار الأحزاب في بيروت ونطالع في الأناظول واشنطن ترسل محاققين إلى السعودية والإمارات ونختم بشرق الأوسط التي عنونت مقتل ثين من المتظاهرين في العراق مع استمرار أعمال العنف كما نقرأ في القدس العربي مادة مهلوسة في الفطر السحري تساعدك على معالجة الاكتئاب حيث كشف العلماء مؤخرا أن الذين يعانون من الاكتئاب يمكنهم تخفيف أعراضه باستخدام الفطر السحري وأكدوا أن هذا النهج العلاجي يمكن أن يوفر دواء سريع المفعول ويحدث ثورة في مقاومة هذا المرض في المستقبل حيث توصل العلماء إلى أن جرعة واحدة من السيلوسيبين وهو مركب كيميائي مهلوس يوجد في أكثر من 200 نوع من الفطر له تأثير مضاد للاكتئاب سريع المفعول عادة ما يظهر خلال بضع ساعات في حين أن مضادات الاكتئاب التقليدية تستغرق وقتا أطول بكثير لتعطي مفعولا لا يدوم طويلا وقال خافير مايسو وهو طبيب في قسم علم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية يحتاج المرضى المصابون بالاكتئاب إلى تلقي مضادات الاكتئاب لمدة أسابيع أو حتى لأشهر مشيرا إلى أن دراستهم وجدت أن 80% من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بصرطان عضلي والاكتئاب والذين تلقوا جرعة واحدة من مادة السيلوسيبين وصلوا إظهار تحسن في المزاج بعد 6 أشهر ونختم جولتنا في بانوراما الصحافة برسومات الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر